اللي كانت الحقيقة شوك عنيفة جدا يعني الكل توقع بعد يورو عشرين عشرين ان ايطاليا جاية نفس على كاس العالم فوجينا بيها دخل ملحق وملحق في بداياته سهل نسبيا قدام مقدونيا الشمالية بس عالوش يا جماعة مصر مش بس لوحدها مش رايحة كاس العالم ايطاليا كمان مش رايحة واذا بمنتخب ايطاليا يفاجئ عشاء ويفاجئ العالم كله ويخسر قدام مقدونيا الشمالية وما يتأهلش اساسا للمواجهة اللي كانت متوقعة او منتظرة حالينا ناخد مانويلي بلاتسي طبعا نجم روما واليوفي ومنتخب ايطاليا السابق دفنا حاليا في السادسة بداية طبعا بشكرك على ظهورك على شاشة الاهلي واهلا بيك معنا في السادسة بساء الخير على الجميع بساء الخير على قناة الاهلي وجماهير قناة الاهلي شكرا لتوجيه الدعوة لمانويلي بلاتسي دعني ابدأ انا حزين ايضا لخروج منتخب مصر من المونديال واشتاركم نفس الحزن ونفس خيبة الامل التي يشعر بها المصريون نشعر بها نحن ايضا الطليان في هذا الوقت لاننا خارج المونديال للمرة السانية على التوالي وسننتظر ماذا سوف يحدث في المستقبل يعني بداية خليني اقولك انت بتكلم واحد من من عشاء الكرة الايطالية على مستوى المنتخب وعلى مستوى الاندية وبسوف ان ارتباط جزء كبير من جماهير الكرة بيكون ارتباط بالنجوم وايطاليا قدمت لنا نجوم كبار زي باجيو زي انتونيو كاسانو زي وزي تطي وغيرهم وغيرهم من النجوم في حالة حزن الحقيقة وصدمة في نفس الوقت يعني كيف فشل منتخب ايطاليا بطل يورو 2020 في تجاوز الملحق الخاص بكاس العالم وازاي بتشوف ده واسبابه هل منشيني سبب من وجهة نظرك الرجل في مؤتمر قال انه كنت سبب واتحمل مسؤولية ولا الجيل ده من اللاعبين ايه الاسباب من وجهة نظر مانوالي بلانزي بدون شك خيبة امل كبيرة ولن ننتظر ان لم تتآهل ايطاليا لكاسين عالم متتاليين بعد خيبة الامل امام السويد ولم نكن نتوقع ان يحدث هذا في ليلة الخميسة الكئيبة على ملعب الرينزو باربيرا بباليرمو لكن اذا ما تحدثنا عن اسباب بعد ان تآهل ايطاليا للمونديال الاسباب كثيرة لاس فقط المدرب من يسأل عن هذه المباراة والسؤول عن هذا الخزلان الكبير التي سببته لنا ايطاليا واتمنى ان نعود كما كنا في الايام الماضية السؤال يعني منسيني الحقيقة لكل اشهد بي وتجربته مع منتخب ايطاليا وسلسلة اللاهزيمة وتجاوز كبار المنتخبات الاوروبية في بطولة اليورو والوصول للنهائي والتتويق بالبطولة المنتخب بيضم عدد كبير جدا من نجوم العالم واهم اللي عابين في فرقهم كاليني ماركو فراتي كيازا وغيرهم وغيرهم من نجوم انسيني وغيرهم من نجوم السؤال ازاي ما قدرتوش توصله كاس العالم وايه يعني رأيكم فيما هو قادم اذا كان فيه تصحيح مصار اذا كان فيه تغيير جهاز فني اذا كان جيل جديد عليه انه يتولى مسؤولات تيشرت الازوري في هذه الاحداث وهذه الاوقات يجب ان نلوم على الجميع وليس فقط روبرتو منشيني ليس فقط زنبا منشيني وليس فقط روبرتو من هو المسؤول المسؤول ايضا اللاعبون اللاعبون تخزلوا خزلوا ايطاليا وخزلوا انفسهم وخزلوا المدرب فازوا بالبطولة الروبية واعتقدوا انهم نجوم العالم مباراة مكدونيا كانت سهلة وكانت في المتناول قمنا بعمل فرص كبيرة لعبنا وسيطرنا على الكرة بالطول والعرض اضعنا العديد من الفرص لكن روبرتو منشيني لا يسأل وحده اللاعبون ايضا يجب ان يسألون انفسهم كيف ظهروا بهذا الوجه الشاحب لايطاليا انوالي بلاتزي عشان اكون صريح معاك الحقيقة يمكن يكون خروج المنتخب الايطالي ترجمة لمرحلة طويلة نوعا ما من معاناة الكرة الايطالية عموما والكلام هنا مش بس على المنتخب الايطالي لكن حتى على مستوى الاندية الاندية اللي كانت في يوم الايام دايما بتنافس على البطولات الكبيرة اليوفانتوس الميلان الانتر روما نابلي كلها كانت حضرة في المشهد في الكرة الاوروبية وفجأة لسنين طويلة جدا ابتعدت الكرة الايطالية ونجمها ومنتخبها وانديتها عن منصات التتويق بالنسبة لي انا ككل الايطاليين الذين توقعوا تآهل ايطاليا للمونديال بعد الفوز باليورو لكن الحقيقة المرة التي شاهدناها في ملعب رينزو باربيرا هو اننا خارج المونديال وهذا له العديد من اسبابك ما ذكرت ان الكرة الايطالية تعاني من مشاكل كبيرة مشاكل اقتصادية مشاكل ايضا في كلة المواهب وكلة اللاعبين الكبارة الذين من المفترض ان يقودوا ايطاليا الى منصات التتويق غرور بعض الشيء يجب ان تقول ان اللاعبون ليس مؤهلين لنيل التشيرت الايطالي يجب على الاتحاد الايطالي ان يغير كثير في الكرة الايطالية البنية التحتية يجب ان القاعدة القاعدة يجب ان تتغير لدينا ايام قادمة هامة جدا يجب ان نعودها كما كنا من وجهة نظرك ايه الخطوات الاهم اللي يجب يتخذها في المرحلة دي سواء على مستوى الاندية او على مستوى اتحاد الكرة الايطالي عشان ترجع الاندية الايطالية عندها قدرة والموضوع مش بس امكانات اقتصادية عشان مش هكتفي بالرد ده عشان ترجع الاندية الايطالية تنافس على البطولات الاوروبية تبقى موجودة في المشهد وعشان يرجع المنتخب الايطالي مش بس يتواجد في كاس العالم لكنه ينافس كمان على تحيي اللقب دعنا اتحدث في بداية الامر عن المنتخب الايطالي بالنسبة على مستوى المنتخبات نعم لدينا مشكلة اقتصادية كبيرة لكن ليس هذا السبب الوحيد كما ذكرت في عدم تأهل ايطاليا للمنديال لدينا العديد من الشباب يجب ان يتم اكتشاف العديد من المواهب ويجب ان ننظر الى الشباب ويجب ان نقوم ببناء قعدة كبيرة من المواهب تعتمد عليها ايطاليا في الايام الماضية والبطولات القادمة بالنسبة لليورو وبالنسبة لكاس العالم ثم بالنسبة للاندية لا اعلم كيف اقول هناك العديد من الفساد داخل اروقة الاندية الايطالية وانا اسف لقول ذلك خلال قناة مصرية لكن هذه الحقيقة التي يجب ان يعلمها الجميع اذا كان احد يسمعنا في ايطاليا يجب ان نقوم بعمل كبير لتطهير الفساد قبل مقفل صفحة المنتخب الايطالي بعض الاصوات نادت بتولي انتونيو كونتي مسؤولية تدريب المنتخب الايطالي وترك تاتنهام في المرحلة الحالية بتتفق ولا تختلف مع وجه النظر دي بالنسبة لي اعتقد ان الامور انتهت بالنسبة لمنتخب ايطاليا منشيني سيبقى مدرب لمنتخب ايطاليا لفترة اخرى لانا لديه وعود مع رئيس الاتحاد الايطالي من اجل بناء فريق كبير لانا رئيس الاتحاد الايطالي تحدث وقال ان منشيني ليس السبب في عدم التأهل لانا منسيني قامة بعامل كبيرة وفازها ببطولة اوروبا بعد اعوام كثيرة هروح لملف الاندال ايطاليا والبداية مع اليوفنتس الكلام عن رحيل ديبالا ازاي بتشوف ده بعد فشل المفاوضات في التجديد واهتمام ادارة اليوفي باستقدام اسانسيو نجم الريال تعويضا لرحيل ديبالا لايوفي اليوفي يعاني معاناة كبيرة كمنا بانتداب بلاوبيتش ولكن الجوارة البرتغالية صعب ان تعود كريستانو رونالدو لان كريستانو رونالدو لديه اشياء كثيرة ليس فقط كلاعب كرة قدم بل وجوده في الملعب هام جدا ويرعب المنافسين شاهدنا كيف فعل كريستانو رونالدو بالامس وكيف اهل منتخب بلاده امام مكدونيا التي اخرجت ايطاليا وهذا يدل على حجم كريستانو رونالدو لكن ادارة اليوفي لديها مشاكل عديدة يجب ان تتخلص منها اذا كانوا يرودون المنافسة على اقل على لقب الدولة نعم او لا اسنسي هو البديل الانسب لليوفي اذا ما رحل النجم الارجنتيني ديبالا عن صفوف الفريق اعتقد هذا سؤال ايضا سابق لوانو لان ما سمننا الليجري سيبقى في اليوفي ولن يغادر اذا كنت تريد اجابة سي او نو نعم او لا اعتقد انه الانسب لكن لا نيرحل الليجري الكلام كمان بالنسبة للنجم البلجيكي ايدن هازرد اللي يمكن ما كانتش موفق قوي في تجربته مع ريال مدريد والكلام على اهتمام ادارة الميلا بانتذابه او استقدام النجم البلجيكي ايدن هازرد في الموسم المقبل سي 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 هازرد لعب على مستوى كبير وكبير جدا اذا ما جاء الى ميلا سيكون اضافة كبيرة واضافة رائعة للروس نيري اعتقد اتمنى اتمنى ان يكون الميلا بانتذاب ايدن هازرد منوالي بلاتزي طبعا نجم روما ويوفي السابق والمتخب الايطالي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك ومشاركتك معنا في السادسة وكلامنا اشتركوا في القناة